وخلينا بقى نبتدي نتكلم شوية عن الدايت بعد العيد طبعا احنا بننسى نفسنا في العيد دايما وبنكتشف ان احنا بنلاقي نفسنا متجمعين مع حبيبنا ودايما بتبقى احلى لما على الاكل السفرة العزومات الاكلات كل حاجة بتبقى دايما اساسها الاكل فاي عزومة فبنكتشف ان احنا بعد كده بسهولة جدا اولا مش بنعرف ان احنا في العيد او مع الناس ان احنا نقول لها يا جماعة انا عملا دايت فاخد ركن بقى واخد جنب ومش هيكل معلش اصل ده في رز اصل ده في عيش اصل ده مش عارفة ايه اصل انا مش هينفع فاللي بيحصل في الاخر ان احنا منيكل 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 طبعا لما بتفتح النفس اكتر بكتير جدا ما بتحسش بنفسنا لدرجة الواحد ممكن ينسى اصلا ان هو يعني المفوض يخلي باله من الاكل بجد يعني اليوم ده الواحد او الايام دي الواحد فعلا بينسى نفسه بيحس فجأة وانا كنت المفوضة خلي بالي من ايه بالظبط مش فاكرة اصلا فبتحصل فالواحد في الاخر بيلاقي نفسه بيتصدم لو يطلع على الميزان فالواحد بيطلع فجأة على الميزان بيتصدم بيلاقي نفسه ازياد اتنين تلاتة اربعة كيلو يا نهار ابيض ده جيز ازاي ده حصل ازاي الكلام ده كله ف احنا هنعمل ايه دلوقت احنا اسهل حاجة ان احنا نرجع لنظامنا الاولين نعمل ايه بالظبط نخلي بالنا من كمية النشويات اللي بناك كلها زي ما شرحت ابل كده النشويات هي الاساس لفتحة الخلايا هي الاساس للجوع هي الاساس اللي بتخلينا بسهولة جدا نتنفش نفشة فضيعة فالعيش ده او الديل ابيض او السكر نشويات عمتا هي اللي بتنفخنا فاحنا لو قللنا من النشويات على قد ما نقدر انتو عارفين حتى لو منعتوها هتلاقوا النشويات برضو معانا هتلاقوها فين في الفكهة هتلاقوها موجودة في خضار في انواع خضار كتير في الجزر في البطاطس في الفلفل القلوان في حاجات كتير جدا هتلاقوا فيه النشويات مش لازم اخدها من الدقيق مش لازم اخدها من السكر مش لازم اخدها من الحاجات الصريحة كنشويات لو وقفتوا ده بس وكلتوا تلت معدة ونمتوا كعني تحلت مشاكلكم كلها هتلاقوا الدنيا بقت سهلة جدا وخستيته بسرعة وفرحته وكل حاجة بتفرق جدا 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 آآ ناس كتير قالتلي طب احنا ما عندناش عزيمة يعني احنا بنلاقي نفسنا خاص ديدنا مش عايزة مش منعرف نمسك نفسنا تاني على الرجيم او ان احنا نخس او نعمل الكلام ده نعملو ازاي بقول لهم دايما هاتوا صورة كده حلوة كده وانتوا ادخن ما فيها وحطوها على التلاجة وحطوها اول ما تصحوا منهم او واحد ده على التلاجة مش اول ما تصحوا منهم خلاص تحطوها التلاجة علشان اول ما تيكوا تروحوا للتلاجة اه انا ما اصير يبقى ده بالشكل بالضبط فتراهم فكرين كده كويس جدا طيب انا اخلي بالي لأ مش عايزة بالشكل ده خلاص يفضل كمان على فكرة لو صورة معيها بقى وانتوا رفيعين يعني في اللول اكيد في مرحلة كنتوا رفيعين متولدتوش يعني اه ميت كيلو اكيد كان في مرحلة في النصد قبل ما توصلوا للمية فاكيد اتصورتوا فيها حطوا بقى الارفع دي خلاص جنب بعض انتوا عايزين تبقوا كده مش عايزين تبقوا كده تبقى دايما قدامكم ايه كمان ان احنا اه نجيب لبس اصغر شوية يعني نجيب فعلا حاجة مقاسها اصغر يعني فيه ناس مثلا بتزيد من فوق فيه ناس بتزيد من تحت فاللي عنده مشكلة معينة مثلا من فوق يروح يجيب بلوزة اصغر مقاس اصغر دايقة او يطلع حاجة دايقة من عنده ويبقى هده فوق انا عايزة البس ده او مثلا بانطلون اديق ده انا كده ما بقاش يخش فيه نحطه قدامنا خلاص بتفرق جدا بتخلي الواحد عايز فعن يوصل لده تالت حاجة ان انا فعن نتخيل نفسنا واحنا رفيعين بتفرق جدا يعني مثلا الرجلي مليانة ومش بنطلون مش داخل تخيل بقى انا رجلي بقى ترفعيها بقى وجميلة والبنطلون داخل وواسع كمان حسوا الاحساس ده الاحساس ده بيخلي وراه فكرة على فكرة الموضوع مش مجرد يعني بسرح بيه كلها هو الموضوع ان لما الواحد فعلا بيفكر بالتفكير ده المخ العقل الباطن بيعيش اللحظة بجد لما بيعيش اللحظة بيحققها بتخيلين فاحنا لو تخيلنا بسرف ويعين والبنطلون واسع وجميل فالحقل الباطن على طول يصدق ويحقق فانا عايزين ده فتلاقي نفسه كل واحدة واحدة عد اول اسبوع ومتمسكته وطبعا عملته السبع خطوات اللي هي السبع خطوات اللي هي الاساسي اللي بقى نصح بيها اللي حياتكو كلها عد اول اسبوع طلعته ورميزين لقيته نتيجة الله الله لقيته بقى نزلته كيلو اتنين كيلو تتزا كيلو بس كده هتبقى هي دي بقى الدخلة وسريعا هتعرفه تنزل الدايت بعد العيد بعد ما احنا مندخن دايما كزا كيلو منبقى مصدومين في حاجة بقى حلوة قوي قبل ما نخشع سبع خطواته هو رجيم التلات ايام السحري لو احنا عملنا رجيم التلات ايام السحري بتبقى دخلة حلوة جدا وسريع جدا لان هي بتساعد ان احنا نخس تلات في تلات ايام في ناس وصلوا بينزلوا ممكن من واحد اتنين لستة كيلو تمام حسب كل جسم وحسب طبعا ما بقولش تات ايام السحري دولة ان احنا نكمل بقى ونفضل عايشين عليهم بقى وما احنا خستينا فيهم كتير لأ هم بيبقوا زي الظبط بس اللي حصل الاسبوع اللي فات او الكام يوم اللي فاتوا بيعدلوا الدنيا بسرعة تاني يعني اللي احنا زادناه في اسبوع في التلات يام دول بسرعة الواحد ينزل تاني اللي زاده فعشان كده هو الرجيم ده محبوب جدا ولف تقريبا الكرة الارضية وكل الناس حبيته الحمد لله وطبقته وقالوا البعض والدنيا والفيديو معادي الملايين في المشاهدة وسبحان الله بدايته كانت غريبة جدا بدايته كانت مجرد ان انا كنت برضو في مرة كنت بسفرة وقعدت اسبوع ورجعت لقيت اتصدمت على الميزان ازاي انا زدت كل دوت طبعا انا هبتدي بقى الرجيم قاسي بقى هبتدي بقى الرجيم قاسي وابتدي الواحد اللي ما خلي مصر كلها تبتدي بقى طلع على الشاشة وهيلا بقى يا جماعة يلا انا الرجيم مع بعض كذا 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 انا عمل ده اعمله معايا بس وسمع بقى من ساعته الرجيم الثلاث يام السحري لانه هو فترة قصيرة انا شخصيا ما بستحملش رجيم ما بستحملش فكرة اسم الرجيم يعني الواحد يفضل مؤيد بحاجات معاينة مش بستحملها فالسبع خطوات مفتوحة الواحد عارف يعمل ايه بقى خلاص ومش ماشي بورا وقلم لكن الرجيم الثلاث يام السحري ما يفعش تغيره في حاجة ده رجيم موجود على انا منزلها على يوتيوب ده هتمشوا عليه بقى حزفيره ما تغيروش في حاجة عشان تنزلوا فعلا كتير هم تلات ايام ومش سهلين بس تلات ايام ينزلوا فعلا الزيادة اللي احنا زدناهم بعد كده الدوم بقى عملوا سبع خطوات كملوا بيهم ولما تعوزوا تاني تنزلوا بسرعة تاني اعملوا ايه الرجيم التلات ايام بتفرق معنا جدا جدا وهتدعو لي لان دايما الواحد برضو اول ما بيبوز بيعابي شوية مية يعني الواحد اول ما يبتدي بقى خلاص دخل في عيد واكل ومش عارف ايه مش كله بيبادهون لا بيبجوز كبير مية فالواحد برضو بيتدايق فالرجيم التلات ايام ده بيساعد على ان الواحد يفقد زيادة المية دي بسرعة فبتسهل كنت بعد اقول كتير نفسي 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 الواحد يخترع كده حبية كده الواحد ينام فيها اسبوع ويلاقي نفسه نايم الاسبوع ده وصاحب بعد اقول الله خسيت سبعة كيلو يا جماعة ما حسيتش نفسي انا نايم دلواحد مش حاسس بقى فيش اختراع زي دوت في يوم الايام يحصل بجده تفرق جدا يعني ممكن محلول بس عشان الواحد ما يروحش في عالم تاني خالص بس اصد ان اسبوع كده والواحد يصحى من النوم المتاز تولي لاي نفسه نازل سبعة كيلو طبعا جميلة جدا بس طبعا ما فيش عاجة زي كده فلازم يبقى عندنا ارادة ونقدر نستحمل امشوا بس ورا التكاتل بسيطة اللي بقولها دي وان شاء الله ان شاء الله هتفرق معكم كتير جدا وهتنزلوا وانتو شفتوا بنفسكم الحمد لله انا عندي اسبوعية الناس خست اقصى حد خست خمسة وسبعين كيلو خمسة وستين شوفوا بقى انا بقي لي دلوقتي ايه تمان سنين بستضيف ناس عشر سنين على الشاشة لكن تمان سنين بستضيف ناس خستوا كل اسبوع عندي حد خست وبنفسه بيحكي قصته فيعني ان شاء الله هتخست ومتقلقوش الموضوع سهل جدا بس متصعبواش انتو ويمشوا ورا التكات صح يا رب الوصفة النهاردة تكون عجبتكو وصفة تشيز كيك الدايت زي ما قلت تنفع مكان الزبادي لايت بالليل او زبادي اللي باللمون بالليل ينفع ناخد تشيز كيك بس من غير فاكهة ومن غير مربة ياريت